اشتركوا في القناة مفهوم الانشاء ايضا اغراض الجملة الخبرية واضرب الخبر كذلك تعرفنا على الانشاء الطلبي والانشاء غير الطلبي اليوم سنواصل مع انواع الانشاء الطلبي اذا كما قلنا الانشاء الطلبي فيه سياغ كثيرة من بين هذه السياغ الامر وهذا ما سنتعرف عليه في درسنا اليوم وهو نوع من انواع الانشاء الطلبي اذا سنتعرف في درسنا اليوم على مفهوم الامر كذلك ما هي اهم السياغ التي يأتي عليها ايضا سنتعرف على الامر عندما يكون حقيقيا وكذلك عندما يكون مجازيا واهم الاغراض البلاغية التي يخرج اليها الامر اذا هذا ما سنتعرف عليه في موضوعنا اليوم نبدأ اولا بالتعرف على مفهوم الامر اذا الامر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء اذا قلنا انشاء طلبي فهنا الامر يطلب فيه المتكلم حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء وله اربع سياغ اذا السياغ التي يأتي عليها الامر هي اربع سياغ اولا فعل الامر مثل قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اذا نلاحظ ان الامر هنا جاء بفعل الامر وهو الفعل صبروا صابروا رابطوا واتقوا اذا هنا فعل الامر السياغة الثانية من سياغ الامر هي الفعل المضارع المجزوم بلام الامر اذا هنا يكون لدينا فعل مضارع مسبوق بلام الامر وهذا الفعل يكون مجزوما مثل قوله تعالى ثُمَّ لِيقضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَتْطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِقَ اذا نلاحظ ان الفعل يقضو اذا مسبوق بلام الامر وهذا الفعل جاء مجزوما بهذه اللام وهذه اللام تفيد الامر كذلك الفعل ليوفوا وايضا ليطوفوا إذن هذه الأفعال هي أفعال مضارعة مسبوقة بلام الأمر الصيغة الثالثة للأمر هي اسم فعل الأمر وهي عبارة عن أسماء ولكنها بمعنى الفعل وتعمل عمله مثل قوله تعالى إذن نلاحظ هنا أن عليكم هي عبارة عن اسم ولكنها تحمل معنى فعل الأمر وهناك الكثير من أسماء فعل الأمر مثل صاه كذلك عليك إليك رويدك وغيرها من الأسماء الأخرى الصيغة الرابعة للأمر هي المصدر النائب عن فعل الأمر إذن أحيانا يكون لدينا مصدر ولكنه ينوب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذن إحسانا هنا هو مصدر نابع عن فعل الأمر وهو أحسن إحسانا إذن نلاحظ هنا أن المصدر نابع عن فعل الأمر إذن هذه هي السيغة التي يأتي عليها الأمر نأتي الآن إلى أقسام الأمر إذن الأمر قسمان الأمر الحقيقي والأمر غير الحقيقي فما المقصود بالأمر الحقيقي؟ الأمر الحقيقي هو ما كان فيه الأمر موجها من الأعلى إلى الأدنى بقصد الإلزام والتكلف أي أنه يكون من آمر وهذا الآمر أعلى منزل من المأمور الذي يكون أدنى منزل وأيضا يكون في هذا الأمر إلزام بمعنى أن المأمور ملزم بتنفيذ هذا الأمر ومكلف به مثل قوله تعالى إذن نلاحظ هنا أن هذا الأمر حقيقي لماذا؟ لأنه أولا من أعلى درجة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده وهم أدنى درجة وأيضا يوجد إلزام وتكلف أي أن العباد ملزمون بهذا الأمر وكذلك ملزمون بتنفيذه لذلك هنا الأمر حقيقي وليس فيه أغراض بلاغية أما النوع الثاني من الأمر وهو الأمر غير الحقيقي أي المجازي وهنا المقصود بالمجازي أي أنه يخرج من معناها الحقيقي إلى معاني أخرى تفهم من سياق الكلام هنا نلاحظ أن الأمر الحقيقي يحضر فيه دائما الاستعلاء والإلزام إذن دائما في الأمر الحقيقي هناك استعلاء وكذلك إلزام وتكليف للمأمور أما بالنسبة للأمر غير الحقيقي فنجد أن الاستعلاء والإلزام يغيبني في هذا النوع من الأمر إما يغيب أحدهما أو يغيب إلهما مثل قوله تعالى قال رب شرح لي صدري إذن هنا نلاحظ وجود أمر في كلمة شرح لي صدري ولكن هنا الأمر غير حقيقي لماذا؟ أولا لأنه من أدنى درجة إلى أعلى درجة لأنه من العبد إلى الله سبحانه وتعالى فهنا غياب الاستعلاء فأنيا الله سبحانه وتعالى ليس مجزما بالتنفيذ وهنا غياب الإلزام وبذلك فالأمر هنا أمر غير حقيقي أي مجازي خرج من معناه الحقيقي إلى معاني أخرى تفهم من سياق الكلام وهي الدعاء فهنا نفهم أن هذا العبد يدعو الله سبحانه وتعالى وهذا ما يعرف بالأغراض البلاغية أو الأغراض الأدبية بالنسبة لعلم المعاني يهتم بدراسة الأمر المجازي ولا يهتم بدراسة الأمر الحقيقي إذن يهتم بما فيه أغراض بلاغية والأغراض البلاغية نجدها في الأمر المجازي ولا نجدها في الأمر الحقيقي إذن الآن سنتعرف على أهم الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الأمر أولا الدعاء والأمر فيه موجه من الأدنى إلى الأعلى بقصد التضرع والخضوع كما رأينا إذن يكون الأمر أدنى درجة من المأمور لذلك هنا هناك أغراض بلاغية وهي الدعاء مثل قوله تعالى قال رب شرح لي صدري إذن هنا الأمر موجه من أدنى درجة إلى أعلى درجة أي من العبد إلى الله سبحانه وتعالى بقصد التضرع والخضوع وهنا الغرض هو الدعاء ثاني غرض من الأغراض البلاغية للأمر هو الالتماس والأمر فيه موجه من الند إلى الند بقصد الرجاء إذن يكون من نفس الدرجة الآمر والمأمور من نفس الدرجة فنقول من الند إلى الند بقصد رجائه فيسمى الغرض الالتماس مثل قول علي الجارم يا خليلي خلياني وما بي أو أعيد إلي عهد الشباب إذن خلياني الفعل الفعل الأمر الأول أعيد فعل الأمر الثاني وهنا نلاحظ أن الآمر هو الشاعر والمأمور هما خليلي الشاعر أي صديقاه وبذلك فهما من نفس درجة الشاعر فهو يلتمس منهما أن يعيد عليه عهد الشباب الغرض الموالي وهو النصح والإرشاد وقد يكون الأمر فيه موجها من الند إلى الند يعني يكون من نفس الدرجة كذلك قد يكون من الأدنى إلى الأعلى وقد يكون من الأعلى إلى الأدنى ولكن سياق الكلام يدل على قصد النصح والإرشاد إذن هنا ممكن أن يكون الآمر والمأمور من نفس الدرجة ممكن أن يكون الآمر أدنى درجة والمأمور أعلى درجة ممكن أن يكون الآمر أعلى درجة والمأمور أدنى درجة ولكن نفهم من سياق الكلام أنه لا يوجد إلزام لا يوجد إلزام المأمور ليس ملزم بالتنفيذ وإنما هو بقصد النصح والإرشاد مثل قول لقمان الحكيم لولده يا بني زاحم العلماء بركبتيك وأنصت إليهم بأذنيك فإن القلب يحيى بنور العلمي كما تحيى الأرض الميتة بمطر السماء فنلاحظ هنا أن الكلام موجه من أعلى درجة إلى أن درجة من الوالد إلى ولده ولكن هنا لا يوجد إلزام فهو من باب النصح والإرشاد فهو أمره بأن يزاحم العلماء وأن ينصت إليهم من باب النصح والإرشاد الغرض الموالي وهو التحديد والأمر فيه موجه من الأعلى إلى الأدنى بقصد تهديد المخاطب بعاقبة سيئة تنتظره لو فعل هذا الشيء المأمور به مثل قول الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصر إذن هنا الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا ما شئتم من باب التهديد بعاقبة هذه الأمور السيئة والغرض هنا يفهم من سياق الكلام فعندما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يفهم من سياق الآية الكريمة أن هناك تهديد للمأمور إذن هذا بالنسبة للغرض الرابع الغرض الخامس وهو التعجيز وفيه يطلب الآمر من المخاطب أمرا يعجز عن الإتيان به إذن عندما يطلب أمرا فيه تعجيز فيكون هنا الغرض هو التعجيز مثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إذن الأمر في قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله إذن هنا لا يمكن أن يأتوا بهذا الأمر إذن فهنا الغرض هو التعجيز غرض السادس وهو التسوية يدل على أن القيام بالأمر أو عدمه سواء مثل قوله تعالى صلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إذن هنا الأمر في قوله صبروا أو لا تصبروا فهنا التسوية ساوى بين القيام بالأمر أو عدم القيام به لذلك الغرض هو التسوية وهذا يفهم من سياق الكلام الغرض الموالي وهو التمني وفيه يوجه المتكلم أمره لمخاطب غير عاقل إذن إذا وجهنا أمر لغير العاقل فهنا الغرض هو التمني مثل قول مرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا نجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي إذن الأمر في قول الشاعر نجلي وهنا يخاطب الليل الطويل والليل ليس عاقلا لذلك هنا الشاعر يتمنى أن ينجلي هذا الليل الطويل فهذا هو الغرض البلاغي إذن هذه بعض أغراض الأمر غير الحقيقي وهناك أغراض أخرى كثيرة تفهم من سياق الكلام إلى هنا نأتي إلى ختام موعدنا أتمنى للجميع الاستفادة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر